بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذه الآيات الكريمة أيها الأحبة لا بد أن نقرأ كراءة مرتلة مجودة كما قال الله عز وجل أردت للكرآن ترتيلا أحب أن ننبه على بعض الأحكام التجودية كده سريعا إن هنا النوم مشددة مع الغنى بمقدار حركتين وغنى ميمن سمى نونا شددة وسمى كل حرف غنة بعد لما نلاقي النوم مشددة زي كده بنغنى مجدار حركتين يعني نقرأ إن ذيها كلمة نعمة ذيها كلمة الناس زيها برضو هنا تاني إن الله مثل هذه الأيه أول ما تلاقي النوم أول ميم مشددة طيب يأمركم هنا نلاقي إن الميم عليها علامة سكون يبقى فيها حكم اسمه إظهار شيء شوي من أحكام الميم الساكن أن تؤدوا أول ما تلاقي النوم معلاش حاجة زي النوم هنا كده يبقى فيها حكم إيه اسمه إخفاء حقيقي الأماناتي أول ما تلاقي اللام عليها علامة سكون يبقى اسمها لم كماري معلهاش علامة سكون والحرف اللي بعدها مشدد اسمها لم شمسي طيب إيه كمان إلى أهلها أي مد مده بمقدار أربع حركات المد ده اسم مد منفصل لكن أنا بقول لك أول ما تلاقي العلامة ده هي تمد إيه أربع حركات لحد ما تتعلم الأحكام كلها وبعد كده تعرف إن فيه مد بقى ستة ومد أربعة والكلام بس تعود نفسك على المد لما تلاقي علامة المد وإذا حكمتم بينه برضو هنا الميم معلاش حاجة بعدها حرف بقى اسمه حكم إيه ده اسمه حكم إخفاء من أحكام الميم الساكن لما يجي بعدها ميم زيها اسمه حكم إضغام مثلين صغير طيب جاء بعدها بقى اسمه حكم إيه إخفاء شافوي جاء بعدها أي حرف غير البقى والميم إيه إسم حكم إظهار شفوي كلمة هنا ايه إيه أموركم أنميم وبعدها ايه همزة ده أحكام سهلة ويصيرة إن شاء الله برضو نخلي بالنا من حرف الذال الذال والظاء والثاء إخراج ايه الذال والظاء والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وإذا وإذا لإنت لو مخرجتش لسانك هتبقى أشبه بحرف الزاي وإذ لا وإذا وليس وإذا حكم إيه تاني أن تحكمه برضو فيها حكم الإخفاء وهنا النون طبعا مشددة مع الغنو بالعادل هنا الدالة عليها كسرة من حرف كتب جد فيها حرف ملقى القال إن الله برضو هنا مشددة اسم الجلالة طبعا هنا مفخم لأنه جاء بعد حرف مفتوح إذا جاء بعد فتح أوضام يكون مفخم اللام يعني مفخمة في اسم الجلال جاء بعد كسر يتكون اللام مركاق نعيم ماء برضو هنا المشددة نخلي بالنا ونخلي بالنا من كسرة العين نعيم ماء يعيذكم به هذا نوت كالصحيح البعض يقرأ يعيذكم هنا بيختلص الحركة إنما الصحيح يعيذكم به يعي يعي خل اكسر العين كسرة كامل يعيذكم به وبرضو البعض هنا البعض بيسكنها نخلي بالنا ونكسر البعض به وليس به إن برضو المشددة إن الله اسم الجلالة مفخم كان سميعا بصيرا ده برضو حكم الثالث الإقلاب عند البائم من بغنة مع الإخفاء هنشرح ده برضو في مندى التجود اللي عليكم إن شاء الله لكن خود الأحكام دي يعني أدم جتلنا يا كرآنية لازم أننا نقرأها كرائي صحيح معاني المفردات الأمانات جمع أمانة وهي ما يؤتمن عليه الإنسان ويطلب منه أداءه أنا بسألكم الجامع ده اسمه جامع المذكر سالم ولو أن الثالم اسمه أن الثالم لأن آخره ألف وتاء طيب حكام توم هو من الحكم والفصل بين المتنازعين يعني اتنين متنازعين مع بعض أو فيه بينهم مشكلة ما أو الكلام ده فبتفصل بين المتنازعين أو تحكم بينهم يعني العدل وإيصال الحق إلى صاحب نعم نعم الشيء المأمور به يعيذكم به يعني يرشدكم إليه وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل تفسير البيان في هذه الأل الكريمة يأمرنا الله تبارك وتعالى بأمرين عظيمين إيه هما الأمر الأول أداء الأمانات الأمانة تشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان من حق ربي أو حق نفسي أو حق غيري من العباد يبقى هنا استفادئين الأمانة في أمانة بينك وبين ربنا وفي أمانة بينك وبين الناس وفي أمانة بينك وبين نفسك يعني مثلا كالوضوء والصلاة والصوم ده بينك وبين مين بينك وبين رب ورد الودائع وعدم الغش في المعاملات وعدم إفشاء أسرار الناس ده بينك وبين الناس وحفظ البدن مما يضره والقيام بالعمل المكلف به وعمارة الأرض والخلاف يعني لا ده برضو أمانة بينك وبين إيه أمانة وبينك وبين نفسك لأن بدنك ده يشمل كيه تم ليك أنت هتسأل عن بدنك ده وبدنك ده هيشهد عليك إيديك وجلدك يعني كل ده هيشهد عليك يوم الإيه يوم القيام وأذى هذه الأمانة واجب مدح الله عز وجل من يقوم به فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأن سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم خيانتها من علامات النفاق فقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذاب يعني بيجذب كثير في كلامه وإذا وعد أخلف يعني بيخلف الوعد وإذا أتوا من خان لما تستأمنوا على أمانة معانا بيخون هذه الأمان ونفع عن الخائن كمال الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له يعني الشخص اللي بيخون الأمانة ده أكنه ما عندوش إيمان خالص وخلي بالك النفاق هنا اسمه نفاق نفاق عملي لأنه نفاق نوعين فيه نفاق اعتقادي وفيه نفاق عملي نفاق اعتقادي يعني زي اللي بيبطن الكفر ويظهر الإيه ويظهر الإسلام أما النفاق العملي وما يقع بين الناس زي الكذب في الحديث خلاف الوعد خيانة الأمانة كما هو مذكور في الحديث اللي معانا الأمر الثاني اللي في الآل الكريمة وهو العدل بين الناس هو أمر لا بد منه حتى تصل الحقوق لأهله حتى تصل الحقوق لأهله وتنتظم أمور الناس ويسود الأمن والنظام في المجتمع وكذ أمر الله تبارك وتعالى بالعدل حتى مع الأعداء وده برضو بيبين لنا سماحة الإسلام يعني دين الحق ودين العدل ودين السماحة حتى مع غير المسلمين حتى إيه؟ مع غير المسلمين فقالت تبارك وتعالى كما في سورة المائدة ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني أنت بتعدل ما بين الشخص دوت حتى لو كان عدوك حتى لو كان غير مسلم هذا من سماحة الإسلام والعدل واجب على كل أحد على الحاكم مع رعيات يعني يعدل ما بين الرعي يعني ما بقاش ناس يعني يعيش عيشة رفاهية وتأخذ مرتبات عالية وناس تانية يعني ايه في الحضيط في أسفل يعني سبحان الله يعني يأخذون أوجور ضعيف لا بد من العدل بين الرعي وعلى الأب في بيت يعني يعدل ما بين أولاده وعلى المدرس بين طلاب ما بقاش بيفضل طلاب على طلاب آخرين في الفصل أو في الدرس والكلام قال صلى الله عليه وسلم إن المقصتين مقصتين يعني ايه يعني العادلين ناس اللي بتعدل يوم القيامة جزاؤهم ايه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين منهما الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوه ولأهمية الأمان والعدل وأثارهما على المجتمع بيان الله تبارك وتعالى أنهما من أعظم الأمور التي أرشدنا إليها قال تعالى إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يعني سبحانه وتعالى يسمع أكوالنا ويرى أفعالنا وسيحاسبنا عليها يوم القيامة سبحانه وتعالى يبقى أنت وإنت في أي مكان تكون عارف أن ربنا سمعك وربنا شايفك أو عتتكلم بكلام يغضب ربنا أو عتعمل حاجة تغضب ربنا هو شايفك سبحانه وتعالى وسمع اللطائف إن لتأكيد وجوب امتسال الأمر يعني لازم أنك أنت تعمل اللي ربنا أمر به رقم اثنين في اللطائف تكرار اسم الجلالة الأفضل نقول اسم الجلالة وليس رفظ الجلالة في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم إن الله نعم ما يعيذكم إن الله كان سميعا بصيرا شوف هنا اسم الجلالة كرة كم مرة إن الله إن الله إن الله في الثلاث ثلاث مرة ليه؟ لتعظيم الأمر في النفس عشان تهتم بالأمر ده في قوله تبارك وتعالى من اللطائف كذلك إن الله كان سميعا بصيرا وعد للطائعين وتهديد للعصين سميع بصيرا سميعا بصيرا بالطائعين الخشعين اللي بيحفظوا على أمان ربنا اللي بيحفظوا على الأمانة تهديد للعصين الناس اللي بتخون الأمانة والكلام الدروس المستفادة رقم واحد وجوب أذاء الأمانة والتحذير من خيانتها رقم اثنين الأمانة والعدل مطلوبان من كل مسلم نحو المسلم وغير المسلم رقم ثلاثة مراكبة الله في القول والعمال لتكون عارفين ربنا رأبك وشايفك سبحانه وتعالى الدروس رقم واحد ما معنا نعيم ما يعيذكم اثنين اكتب عن الأمانة والعدل باعتباره ما ركيزتين لبناء المجتمع ثلاثة ما الذي ترشد إليه الآية الكريم أربعة ما سر التعبير بإن في قوله تعالى إن الله يأمركم خمسة ما الحكمة من تكرار اسم الجلالة في الآية الكريمة ستة على ما يدل ختم الآية بقوله إن الله كان سميعا بصيرا هذا والحمد لله رب العالمين وأسأل الله عز وجل التوفيق لأحبابي وأبنائي وبناتي الأزهريين وكذلك اجاز الله خيرا كل من يتابع من غير الأزهريين والحمد لله رب العالمين